موسيقى 2022 سنة استثنائية رفعت فيها المؤسسة العسكري الكثير من التحاضيات على مختلف الأصعداء ورقة طريق مضبوطة من ضرف قادة المؤسسة العسكرية على رأسها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون ورئيس وركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنغريح الذي صالى وجال بين مختلف النواحي العسكرية الست مشرفا على مختلف التمرينات البيانية والتمارين الميدانية للوقوف على مدى جهزية أفراد الجيش الوطني الشعبي المؤسسة والعسكرية الجزائرية زيادة على الدور الأمني الهام الذي يلعبه جيشها تحولت اليوم لعنصر هام في جر قاطرة الاقتصاد الوطني إلى الأمام من خلال منتجات صناعية عسكرية وعتاد متطور صناعة بنيت على أسس صلبة مطابقة لأحدث التكنولوجيات ولعل الاستعراض العسكري بمناسبة الاحتفالات الخامس من الجويليا أبرز مثال على ذلك استعراض عسكري ضخم أبان عن القوة العسكرية فوصف بالتاريخية وشاهد فيه الجزائريون والعالم عتادا متطورا وجيشا منضبطا منظما الجزائر بقوة جيشها والاستراتيجية المسطرة نجحت في احتواء التهديدات الأمنية وإحباط محاولة مختلف التنظيمات الإرهابية بفضل التجربة المكتسبة في محاربة الإرهاب وبفضل جهزية الأجهزة الأمنية تمكن جيشنا من حصر ما تبقى من فلود الإرهاب والقضاء عليه دون مساعدة أي دولة كانت المؤسسة والعسكرية مرة أخرى فردت قوتها على المستوى الإقليمي والدولي مصالح والأمن الوطني والترك الوطني والجمارك هي الأخرى كان لها دور بارزا خلال سنة 2022 خاصة في التصدي للجريمة بكل أنواعها جرائم الفساد والمتعلقة بإخلال النظام العام المخدرات والمضاربة بالمواد الاستهلاكية ذف إلى هذا الجرائم الإلكترونية التي توسعت وأصبحت تستغل القصر والأطفال لتجد مصالح الشرطة بالمرصاد وتنجح في تفكيك هذه الشبكة الإجرامية بخبرة وكفاءة عالية المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بالرغم من حدادة نشأتها استطاعت في وقت وجيز ترك بسمة نوعية في محاربة العديد من الشبكة الإجرامية بدءاً من الجماعات المحاولة لنخر الاقتصاد الوطني وصولاً إلى التوقيفات المتتالية لمروجية المخدرات أفراد بكفاءة عالية بعد المدهمات الفجائية لمختلف المستودعات التي كانت تهدف إلى ضرب الاستقرار من خلال التلاعب في وفرة مختلف الموالي الاستهلاكية الموجهة للمواطن خاصة المدعمة منها عملية مستمر لقطع آياد هذه العصابات التي ولأول مرة وجدت نفسها تحاسب بقطب قضائي خاص يتمثل في قسم الإرهاب نظراً لحجم الجريمة سيفوالفين واثنين وعشرين شهد كابوساً بيئياً خلفه حريق الطارف سوكهراس وغيرها من الحرائق التي خلفت العديد من الضحايا والمصابين وقدت على ألاف الهكتارات من المحيطات الغابية والأدغال بولاية الشرق الجزائري كابوس لم يدم طويلاً بفضل تجند رجال الحماية المدنية والتحاد سواعدهم بسواعد الشعب فكانوا أول المتدخلين والمتواجدين بالميدان رفعنا شعار التحدي في كل محنة محاربين ومناظلين لدرء السوء عن الإنسان والحيوان محيطون بالمخاطر من كل جانب إلى أنهم تمكنوا من إغماد الحرائق وإن قادما تبقى من المنازل والمساحات الغابية سنة مضت عرفت فيها الجزائر الكثير من الأحداث والتحديات الأمنية أعين حريصة لا تنام وجهود مبدولة من المؤسسة العسكرية مصالح الشرطة الدرك الوطني والحماية المدنية وكذل جمارك كل منهم حسب اختلاف مجاله غير أن الهدف واحد حماية أرض الجزائر وتأمين حدودها والتصديد كل الاعتداءات والتجاوزات وكذل محاسبة المخالفين لقواعد البلاد